السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام مع مهاء أهلا بكم القمل في الرأس يفسر بارتكاب إثم أو فكرة مخالفة للشرع أو تفكير بسوق وقبل أن نكمل لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وشكرا على الدعم ورؤية القمل يمشي على الرأس في المنام تدل على الأفكار السيئة فيما تدل رؤية القمل ينزل من الرأس إلى الجسد على بطر في المعيشة وتفلية القمل في المنام من الرأس تدل على دراسة الأفكار السيئة وترضها أو التخلي عنها كما تدل رؤية قتل القمل في الحلم على النصر بمواجهة الأعداء أما من رأى القمل في رأس زوجته فتلك أفكارها وهو يكشف كيدها ومن رأى القمل في رأس أحد أبنائه هو عدم الاكتراس بما له ومن رأى القمل في شعر الزوج في الحلم فارتكاب زنب ويقول ابن سيرين أن رؤية خروج القمل من الجسد إن كان قملة كبيرة فإنها تدل على قصر العمر ويضيف الشيخ النابلسي أن رؤية القمل يطير من الصدر أو الجسد تدل على هروب عامل أو غلام أو ولد رؤية القمل في الثياب الجديدة تدل على زيادة في الديون ورؤية التقاط القمل من الثياب تدل على أن الرأي يتعرض للكذب والخديعة ويقول النابلسي أن رؤية القمل في الثياب الجديدة يدل على تجديد الولاية أو على رجاء الزيادة في المال والرزق أما إذا كان القميس في المنام قديما أو مهترئا وفيه قمل فعل الرأي أن يخاف من تعازم ديونه وقتل القمل في المنام يدل على الخلاص من الهموم كما يدل قتل القمل في الحلم على النجاة من المخاوف وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر